تدابير تقشفية اتخذتها الحكومة السعودية على وجه السرعة في محاولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي أحاطت بالوضع الاقتصادي نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد وتدني أسعار النفط وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلت عن وزير المال محمد الجدعان قوله إنه تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو المقبل كما تم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو المقبل كما قررت المملكة إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأس مالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020 كما تم تشكيل لجنة وزرية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية وأوضح الجدعان أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للقرارات المتخدة مسبقا للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية يذكر أن عدد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى أكثر من 39 ألف إصابة فيما تجاوز عدد الوفيات 245 وفاء